هو اليوم الأقسى على منطقة عفرين منذ بدء العمليات العسكرية التركية هنا مع بطلي كانت في صلب هذه المعارك قذائف المدفعية أصابت ساحة المدينة ومحيط مركز الهلال الأحمر ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين معارك راجو امتدت إلى بعيديندي وكترانية على السفع المقابل من الجبل القذائف التركية التي أمطرت هذه القرى استهدفت قطع طرق الإمداد باتجاه راجو كما شهدت الحشغليل أعنف الغارات الجوية منذ بدء انطلاق المعارك في ميدانكي أغار الطيران التركي أكثر من مرة على مركز المدينة بالقرب من سد البلدة البلدة شهدت نزوحا وهلعا بين المدنيين فيما أصر البعض منهم على البقاء فيها قصف عنا عم يضربوا على الجبال حوالين سد ميدانكي وعم يضربوا هالمناطق كلها بس نحن الحمد لله صندين وبننضل هنا لأنه هنين مجرد غزات ومرتزقة من عند أردوغان أكيد نحن أصحاب الأرض في ناحية شران اندلعت الاشتباكات أيضا في جمع وبعد استهداف البلدة انتقلت الاشتباكات إلى داخلها قصفنا طيران أردوغان أربع غارات أربع صواريخ طيران ضرب علينا على رفقاتنا وطلوا رفقاتنا مجموعتنا قطلت كلها ياتا استشهدنا عنا 14 واحد القتال أيضا اشتد في محيط جنديرس حيث فشل المسلحون المدعومون من تركيا في اقتحامها تستمر الاشتباكات في هذه المنطقة قذائف المدفعية التي تستهدف كاترانية إلى جانب قرى أخرى محيطة بمعبطلي والتي تقى إلى السفح الآخر من الجبل المحيط براجو يستهدف التقدم للسيطرة على سلسلة جبال تمتد من الشيخ حديد باتجاه ميدانكي علي مرتضى من معبطلي الميادين